بسم الله الرحمن الرحيم درسنا عنا للصف الثامن التقافة المالية أنواع البنوك كنا قد تحدثنا سابقاً يا داماً في حصتنا السابقة عن البنوك كيفية نشأتها الأمور المتكلة عنا عليها وتعرفنا عنا على البنك المركزي مهامه ووظائفه وكيفية تعاونه مع البنوك الأخرى وكيفية اعتماد البنوك الأخرى عليه كبنك رئيسي وبنك دولة وبنك عكومة وبنك أم لجميع البنوك الموجودة في الأردن اليوم نجي نتعرف عنا من درسنا على أنواع البنوك نجي نحكي بأنواع البنوك تقسم عنا إلى أربع أقسام منها التجاري الإسلامي الاستثماري المتخصص رح نتداولهم بالبداية متخصص استثماري ونعمل مقارنة بالنهاية ما بين التجاري والإسلامي لأنه كل واحد فيهم له عدة أهداف معينة لما نحنا نجي نحكي بنوك متخصصة معناته هاي البنوك تهتم عنا في خدماتها إلى قطاع معين مثل قطاع الصناعة التجارة الزراعة أو ممكن نستغلها بشكل كامل للحراف اليدوية حتى الجانب الفندقي ممكن يستخدمها بشكل كامل من أهم هذه البنوك وتستمد أسماءها منها بحيث عنا بنك الإنماء الصناعي الذي يمتلكه بنك دماء وعنا بنك الصادرات الذي يسمى في الوقت الحالي كابيتالبانك وممكن يكون عنا البنك العقاري بالإضافة لهم أما بالنسبة لبنوك الاستثمار فهي التي تقوم عنا باستثمار أموال الأفراد بشكل كامل في مشاريع تكون على الأغلب مضمون نجاح حميئة بالمئة إذا ما كانت شميتين بالمئة بتقدم لعملائها خدمات استثمارية أهمها من أهم هاي البنوك بنك الاستثمار العربي ملاحظين أنه كلمة استثمار استثمارية داخلة فيهن البنك الاستثماري بنك الاتحاد بنك الاتحاد بيكون مبارعة عن مجموعة روابط من الأفراد أو شركات صغيرة تتحد مع بعضها بتأسس عنا بنك ميخ لموافقته أساسا من البنك المركزي بنجي هنا بنحكي عنا المقارنة ما بين البنك التجاري والإسلامي وجه المقارنة من حيث هدف كل بنك البنك التجاري ربحه مئة بالمئة إذا ما كانش أكتر يا ثامن تحقيق أقصى حد من الربح ممكن يفوق عنا يكون نسبة ربحه مئة بالمئة مئة وخمسين بالمئة مئتين بالمئة ما بتقل النسبة عن هيك أما بالنسبة للبنك الإسلامي تحقق أرباحه وفق الشريعة الإسلامية لأنه يعتمد نظام المرابحة يعني فيها ربح وفيها جزء من الخسارة ولكن أهداف البنوك بشكل عام وخدماتها البنكية متكون التنتين نفس الشي التنين أهدافهم البنكية جذب الودائع ورح نتحدث عنا في الحصص القائل من شو معنى كلمة وديعة استثمار الأموال بحيث تشغيلها بطرق حلال مشروعة وتشغيلها في المشاريع ولكن بفرق أنه البنك التجاري ممكن يستمر هاي الأموال من خلال القروض تحقيق الأرباح برضو بهمهم من جهتين أهم يعملوا عنا تحقيق أرباح لكل الأطراف ولكن تحقيق الأرباح تختلف باختلاف المسميات باختلاف الطرق ولكن بنيجي بنحكي أنه خدمات البنك بتقدمها خدمات مصرفية مثل عنا الصراف الآلي توفير التمويل والأمان من حيث أنهم هم اتنين بقدروا عنا يوفروا مجموعة من الأموال السيولة للأفراد بحيث يستغلوها من حيث القروض أو اللي هي عمل مشاريع صغيرة أو ممكن لنا شراء بيت منزل سيارة عقار مناسب لإهم مزرعة بيمدوهم بتمويل هاي الأمور وبكونوا عامين ضمنات لهم عشان يكونوا مرجعية في آلية التسديد بحيث عملية القروض أو عملية الودائع أو أي عمل بخص البنك بنجي بنحكي أساس عمل البنك أساس عمل البنك عندنا التجاري بيعتمد عندنا أنه تجارة أما بالنسبة عندنا أساس البنك الإسلامي بيعتمد عندنا على أساس ديني عشان هيك حيث تلك فيه عنده نظام المرابحة أساس المرابحة إيش؟ أساس التعامل بين البنك والعميل بالنسبة للتجاري من لاحظ دائن ومدين واحد بيسلف واحد فلوس وبيكتب عندنا عنه شكات كومبيالات بيقلهم آلية معينة بتصرفوا فيها أما بالنسبة عندنا داء الإسلامي وهو الشراكة ما بين العميل والبنك بحيث أنا حكيت لكم بالبداية أنه للبنك الإسلامي بيتبع عندنا نظام المرابحة المرابحة بتختص أنه أنا كبنك بشتري الشغل اللي أنت بدك إياها سيارة بيت أي إشي أنت بدك إياه تعمله أو تعمل على تنويله وبخوم عندنا بيبيعك إياها بمبالغ مناسبة أو عملية شراكة ما بين البنك وما بين العميل الموجود عندنا منتطلع هنا في عنا طرق توظيف أموال الودائع الودائع عشان أنوه عليكم عشان صار اللي حكيين فيها أكثر من مرة يا تامن الودائع هو عبارة عن مبلغ من المال يضعه الفرد لفترة محددة في البنك بحيث أنها ممكن تكون مدتها شهر شهرين ستة شهور سنة بحيث ما بيستطيع أنه يأخذ أي مبلغ من الأموال عليها أو أنه يحركها بهاي الحالة هو بتصير فينا عليها مجموعة من الفوائد بيكتسبها الإنسان ممكن يتصرف عندنا من خلالها بتكون فائدة عليها الحصول على الفائدة من خلال القروض معناته أنا عمالة بشيغلها بقروض تجارية تمويلية استثمارية المشاركة في توظيف الأموال معناته أنهم أخذوا جزء من الأموال الموجودة عندهم من الأفراد وعملوا عندنا عليها عملية عندنا التجارة بنجي بنحكي المخاطر في توظيف المال هلأ البنك التجاري حكينا ربحه 100% 200% 150% معناته ومخاطر عندنا الخسارة فيه قليلة لأنه دائما ربحان أما بالنسبة للإسلامي بتكون عندنا لأنه مرابحة بدي يكون فيها مشاركة معناته فيها احتمالية الربح واحتمالية الخسارة في هاي الحالة أما بالنسبة عندنا أثر عام الوقت عندنا في الربح كل ما تأخر الشخص في تسديد الالتزام أو التزام القرض الموجود عليه عاقمت عندنا البنك عندنا بمضاعفة عندنا الفائدة لإله أما بالنسبة للبنك الإسلامي ما بعملوا عندنا على أي زيادة لأنه بيتبع عندنا قواعد عندنا الشريعة الإسلامية ما بعمل أي إضافة على الفوائد الموجودة عنده أو على عملية عطفان المرابحة اللي بتكون مرتكزة لإله بنجي بنحكي الاستثمار هلأ استثمارهم استثمار المال بفائدة الربحية ثابتة ليش لأنه أساسا ما في مجال عنده للخسارة هو أساسا بنك ربحي إحنا بنعتبره لأنه بيأخذ فائدة في كل شيء بيأخذ رسوم بيأخذ مقطعات على كتير من الأمور أما بالنسبة للبنك الإسلامي فهو بتركز عندنا على المشاريع اللي بتحقق عنا الربح والخسارة بتكون ممكن فيه ممكنة معناته أنا بممكن أفوت في مشروع آية لعنا للربح أو للخسارة ولكن ممكن إحنا نيجي نتفاضة بنحكي إنه أي بنك بديفوت في أي مشروع بيكون دارس كل أبعاده من جميع النواحي والخسارة بتكون في عنا ممكن تكون قلة قليلة شكرا لكم يعطيكم العافية بتمنى منكم تكونوا تحلوا صفحة 73 في الكتاب يعطيكم ألف عافية